أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فيه ظلمات لا يبصر ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبارق يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختفى بصارهم كلما ضع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا منه قبل ووتو به متشابه ولهم فيها الزوج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا رضي الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يذل به إلا الفاسق الذين أنقذون أحد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يصلى يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يادم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما كلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت والزوجك الجنة وكلا منها رضدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبتوا بعضكم لبعضنا دولكم في الأرض مستقر ومتاعون إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبتوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فما تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني سرائل اذكروا نعبتي التي أنمت عليكم وأوفوا بأهده وفي بأهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتغون ولا تلبسوا الحق بالباتل وتكنموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا قربهم أنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعبتي التي أنمت عليكم أني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجهزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ذبحون أبناكم يستحيون إنساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم الوحر فأجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تخزموا العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفوناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجلة فطوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيكة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلون طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب السجدا وقولوا حتة نغفر لكم مخطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استزقى موسى لقوم فقلنا درب بعصوك الحجر فانفجرت منه 12 دعين قاد علم كل ناس بمشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصفنا لعطاعة من واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا بما تمت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدصها وصلها قال تستضلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية ليقدلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابعين من آمن بالله واليوم آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعدة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يعمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوأ قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك أن يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أو عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك أن يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا وفاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك أن يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتد قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تسر الأرض لا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمن فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فليقوم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ويسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يتبون الكتاب بأيديهم هم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله أحدا فلن يخرب الله أحده ومن تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئاته وحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يحسانا وذي القربى واليتام على المساكين يقولوا للناس حسن واطم الصلاة واتو الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تصفيقون دماءكم لا تخرجون أنفسكم من ديادكم ثم قررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تخرجون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديادهم تظهرون عليهم بالإسم والعدوان ويأتوكم سارة وتفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزنهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخر فلا يخف عنه الأذاب ولهم يصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالنصر وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسولهم بما لا تهو أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقدرون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله وصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس واشتروا بي أنفس من يكفروا بما أنزل الله بغينا أن ينزل الله من فضله على من يشاه من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أؤمنوا بما أنزل علينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم التخزم لعجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم التور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس لتمنىوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدى أنهم أحصوا الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبري لفإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ووشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبري لوميك لفإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا أحدا نبذحوا فريقهم منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقوا لما معهم نبذ فريقهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطروا الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصحر وما أنزل على الملائكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به مين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وزرنا واسمعوا وللكافرين عذابون علم ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله فوز الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومستها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لهم الكسى مواتي الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبذل الكفر بالإيمان فقد ذل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسادا من عند أنفس من بعد ما تبين لهم الحك فاعفوا أسمعوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة واتو الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعمدون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر تلك أمانيهم كلها تبرهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون لا يعلمون مستقولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أي ذكر فيه اسمع وسعى فيه خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائف لهم في الدنيا خزوا ولهم في الآخرة عذاب ونعظم ولله المشيق والمغرب فإنما تولوا فصلنا وجه الله إن الله واسعون عليم وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه باللهما في السماوات والأرض كله قانت بديع السماوات ورده إذا قضى منهم فإنما يقول له كون فيقود وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آياء كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا رسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن اتبعته وهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكفر به فأولئك هم الخاسر يا بني إصرائي لذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجهزي نفسنا نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاة ولا هم سر وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومي ذريتي قال لنا الوحد الظالم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وعمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وصلوا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ومطهد بيت للطائفين والعاكفين وكي استجد وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فماتعوا قليلا ثم أدطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأدنا مناسكا وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولا قد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ووصى بها إبراهيم وإنه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدا إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل إسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدنا ونصار وتهددوا قلب الملة إبراهيم حنيف وما كان من المشيكين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بإنسلم آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العلم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق إله ويعقوب والأصبات وكانوا هدنا ورصار قل أنتم أعلم من الله ومن أعلم من من كتمشهادت عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتوا ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لكم المترجم للقناة